اشتركوا في القناة الأدوات التي يجب أن يحضرها التلميذ كتاب التلميذ دفتر الرياضيات قلم رصاص وممحات مراجعة سريعة كتاب التلميذ صفحة 68 أضرب عزيزي التلميذ أوقف تشغيل الفيديو لحل المعادلات وعند الانتهاء أعد تشغيل مدينة الألعاب ذهب تلميذ الصف الثالث إلى مدينة الألعاب في ست سيارات تقل كل سيارة أربع تلميذ كم كان عدد التلاميذ أضرب ستة في أربعة لكي تحصل على عدد التلاميذ ستة ضرب أربعة يساوي علينا بإيجاد الناتج عليك باستعمال جدول الضرب المقابل لحل المسألة إذا أردت إيجاد ناتج ضرب عددين اقرأ العدد الموجود عند تقاطع صف العدد الأول مع عمود العدد الثاني عزيزي التلميذ أوقف تشغيل الفيديو لإيجاد ناتج ضرب ستة ضرب أربعة انتبه إلى عدد الصفوف وعدد الآمدة وعند إيجاد الناتج قعد تشغيل الفيديو للتأكد من إجابتك في جملة ضرب ستة ضرب أربعة ستة هو عدد الصفوف وأربعة هو عدد الأعمدة يتقاطع الصف السادس مع العمود الرابع بالعدد أربعة وعشرون إذن ستة ضرب أربعة يساوي أربعة وعشرون ستة هو عامل الضرب وأربعة هو عامل الضرب أيضا أربعة وعشرون هو ناتج الضرب تعلم ستة ضرب أربعة يساوي أربعة وعشرون كما قلنا ستة هو عامل الضرب وأربعة هو عامل الضرب أيضا أربعة وعشرون هو ناتج الضرب ونلاحظ أنه بإمكاننا كتابة جملة الضرب بطريقة عامدية أيضا جدول ضرب الأربعة 4 ضرب 0 يساوي 0 4 ضرب 1 يساوي 4 4 ضرب 2 يساوي 8 4 ضرب 3 يساوي 12 4 ضرب 4 يساوي 16 4 ضرب 5 يساوي 20 4 ضرب 6 يساوي 24 4 ضرب 7 يساوي 28 4 ضرب 8 يساوي 32 4 ضرب 9 يساوي 36 4 ضرب 10 يساوي 40 ونلاحظ أنه في ناتج الضرب 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 32, 36, 40 أننا نضيف أربعة أي 0 زائد أربعة يساوي أربعة 4 زائد أربعة يساوي 8 8 زائد أربعة يساوي 12 وهكذا لا تنسى ناتج ضرب أي عدد في أربعة هو عدد زوجي مثال أضرب عليك بإيجاد ناتج ضرب المعادلات التالية 4 ضرب 2 يساوي 8 4 ضرب 4 يساوي 16 4 ضرب 6 يساوي 24 4 ضرب 8 يساوي 32 5 ثلاثون تطبيق عزيز التلميذ أوقف تشغيل الفيديو لإيجاد ناتج المعادلات التالية وعند انتهاء أعد تشغيل الفيديو لتتحقق من إجابتك ملخص جدول ضرب الأربعة عليك بحفظ هذا الجدول لتجد الناتج بشكل أسرع ولا تنسى أن ناتج ضرب أي عدد في أربعة هو عدد زوجي ترجمة نانسي قنقر